قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إنه المزارع أعدت خطة وضوابطة لعودة العمل بالمساجد مشيرا إلى أنها ستعرض على لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر أن يقادها بمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل ووجه وزير الأوقاف باتخاذ ما يلزم نحو تحديد أماكن المصلين بكل مسجد من خلال ترك المسافة الأمنة بين كل مصلن وآخر من جميع الاتجاهات كما ووجه بسرعة توزيع السجاد اللازم لفرش المساجد بداية من يوم بسبت المقبل وذلك استعدادا لعودة العمل بالمساجد وفق ما تقرره لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها المقبل